موسيقى أدارت الميليشيا الإنقلابية حربها التدميرية في مدينة تعز وفقا لمعطيات الواقع الذي يتراء أمامها منذ البداية فالمناطق التي استطاعت السيطرة عليها تجعلها مسرح عمليات قتالية وتجبر أهاليها على النزوح منها وحين تغادرها تلجاو إلى تلغيم الأراضي وتفجير المنازل فيما المناطق التي خارج سيطرتها تلجاو إلى إمطارها بالمقذوفات النارية على مدار الساعة موسيقى 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 يعد الحي الشرقي من منطقة ثعبات أوسع نطاقا وأكثر ازدحاما من غربها تكمن أهميته الاستراتيجية بكونه يطل على مساحات واسعة وحساسة في جنوب شرق المدينة وشمالها كالقصر الجمهوري وحي العسكري ووادي صالة ومعسكر القوات الخاصة لذا سعت ميليشيا صالح والحوثي في السابع عشر من أغسطس 2015 إلى فرض تواجدها على الأجزاء المحاذية للخط الرئيس وبالتحديد عند منطقة الأنجود فيما أرجت المناطق الداخلية منه حتى إشعار آخر وكعادتها أنشأت نقاط تحكم وسيطرة على مداخل الحي ومارست هواياتها التعسفية المعهودة بحق ساكنيه أكثر الناس نزحوا خطوط التماس بقوم بقوم مجموعة أكثر الأهالي بقوم في المناطق القريبة من الجبل ومنطقة الجامع والحوية والمشنة قليل قليل بقوم أما في منطقة التماس كل أكثر الناس نزحهم سرنا هربنا لحوبان قسنا كما قسنا بحوبان قالوا هزموا بوضحقهم قم روحنا روحنا الصبيت قسنا كما قسنا إبني مشراد إحنا مشرادين إبني إساني مشراد كل إحنا مشرادين بحوبان حاصرونا والله ما قدرنش نزحنا نزحنا والضرب كان دائما عشوائي خفنا على القهال على المكالفة جزعونا مطارد لا معنا حاجة جزعنا فاضين بيعنا الذهاب اللي كان معنا المهم جزعنا المهم كان إحنا بالقوت الضروري عيالي مستقرين إيقار حرام يا ناس حرام يا رب 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 تلتغلنا من عندك يا أرحم الراحين الله قاعد له صرخ بيده إن شاء الله واللي دور لنا الشغلاء الله قاعده برأسه في مطلع شهر أغسطس من العام 2016 بدأت الميليشيا تفقد سيطرتها في الجبهات الأمامية عند جبل صبر وحي الدمغة وحارتي إذاعة تعز والهلال الأحمر اليمني حاول عناصرها التوغل في وسط الحي لكن الضغط كان مستمرا من قبل قوات الجيش الوطني ولم يسعفها الوقت لإتمام خطة السيطرة فذهبت للتحشيد والتمترس ونشرق الناصيها في المنازل المرتفعة والكبيرة المحاذية للخط الرئيس شمال الحي وجعلت من المنطقة ساحة مواجهات حقيقية طردونا حوثا من داخل البيت ما خلونا نجلس كان يهددوا بني بالقتل قسعوا من أصل البيت يعني قلسوا ساكنين سانا داخل البيت في أطراف المنطقة هجري وكامل في الأطراف وفي خط النار كلهم هجروا ولم يبقى منهم أحد بسبب كثافة الضرب لأنه مستحيل أنك تقلس في منطقة والدبابة تضرب والثلاثة وعشرين يعني كان الضرب كثيف يعني بكثافة وخصوصا في الفترة السابقة أو في بداية الحرب ربما كان الكمية الذخير اللي عندهم خصوصا بعد الاستيلاء على المسكرات كانت مهولة فكان الضرب بشكل كثيف وعشوائي يعني لدرجة أنه في بعض الناس يخاف أنه يطلع حتى فوق السطح من شان يشوف الماء إبني قاك العمر له شقة من فوق قاوه يجهزل على العرص حقه يزوج تهم لك راه كوبتات ذكره كالقمريات مع الزقاق مع كل حاجة قد يفاجئة آل الشقة اللي يتقباب لاحقها ابن الثاني قاين ثلاث قذاب كالسرنة خشب لأنه هي شعبي ومسمو والروكن وقع ساروخ للروكن حقا بيت الأصل بيتها كبيرة وقع ساروخ للروكن حقا يمرهوك والولد معه الثاني معه دكان أشتلى بضعها من داخل الدكان ورح أكون دكان أتهدم الدكان خلال تلك الفترة لجأت ميليشيا الإنقلاب إلى تبني عمليات قنص منظمة لم يسلم منها الأطفال ولا النساء ولا حتى الحيوانات فكل شيء أصبح مستهدفا وشبح الموت يلاحق الجميع في الشوارع والأزقة وحتى غرف نوم منازل السكان والحوثيين كانوا متمركزين في عدة مناطق منطقة حسنات تبت المكلكة المدفعية ثقيلة كانت توجد فيها منزل عبدالله القاضي الشرف اليعشة والسلال القصر الجمهوري تبت السفتيل من المركزين غير المقامع التي كانت تشكل سياق واحد على منطقة الثعابات قناصات معدلات مقامع كثيرة كانت كل أسبوع ما يقارب ثلاث هجمات غير القنص الذي كان مستمر على المرة داخل الثعابات كان أسبوع ثمين وخميس هجمات نهر الليلة كاملة تستمر قتل ما يقارب من المدنيين من أبناء منطقة الثعابات 500 شهيد القرحة ما يفوق 500 قريح البيوت المفقرة التابعة لأهل الثعابات في مناطق التمركز الحوثيين من قارب 20 بيت أكثر من 20 بيت مستفات قدروا ببيوت حقنا وهددونا بسلاح ببيوت حقنا منادي كلها سلاح كله رصاص كم نبطيقها من يضرب إلا ما خرقنا تقلس يدفع ببيت ترحونا قضايف داخل البيت يفكرون المهم عمل المنصح لداخل البيت بيتيسة شقاق فقرب هنا الحوثيين كيف نعمال نشاد الأرحم الراحمين نقول يا رب أنت نصف له ما من عندك في الحادي والعشرين من أغسطس 2016 أجبرت ميليشيا صالح والحوثي على الاندحار من شرق منطقة ثعبات لكنها تركت وراءها أساليب مبتكرة للموت زرعت الأزقة وأثناء المنازل والطرقات بكميات مهولة من الألغام الخاصة بالأفراد احتلت الألغام البلاستيكية المساحة الأوسع وهي أشد خطرا ولا يمكن اكتشافها بسهولة حتى في الظروف الملائمة وتوافر الإمكانات والأدوات الخاصة في هذا المجال ألغام بلاستيكية لا تظهر بالجهاز الكاشف حق الألغام مدة صلاحيته إلى 40 سنة مدة صلاحيته ملغامة الآن حارة كلهم ملغام نقلسنا نخرج البستان نخرج هنا ملغام ما نقراش مفاقع من ألغام ما رضوش أنزلوا ولا رضو يعودوا حارة كل ألغام يعمل خبارات خزاق لنا من بيت لابيت كان يخرج من بيتنا لابيت القيران لابيت علي عبد المحتل القنيد لعبد المنظمة ذيك المهم من بيت لابيت عبد المنظمة أما الألغام حدث ولا حرك كان صغير كبير والكبر كان بعض الأحيان يجزعوا يصادف يجزعوا ما ينفجروا لماذا؟ لأنه يشتوا بغط أكثر قال لي آخر واحد شل رقله دعس صغير وشل الرقله رقد فوق ثلاثة ثلاثة ألغام وقعدوا المحافة وطرح ميه وشلوا ميه وطرح فوق ثلاثة أجعوا أن تشوهم ثلاثة بس ثلاثة أيش من كذا؟ لو كان حصل على ضغط كانش ينفجر فهم كلهم وربك لطف أجعوا بعد يحفر يده وخرقوا ثلاثة من المكان الذي كان راقت فيه لاحظ أنتم ربما من أيام القبهة إلى الآن ما زالت مناطق شرعب والمناطق الوسطى تعاني من وجود الألغام وهذا كان ربما الزراعة لم تكن بالقدر اللي موجودة الآن الآن الزراعة بشكل كبير في مناطق موبوعة ألغام لأنه ليس قادرين أن الناس يمشوا فيها لقد رجعت حتى الكلاب تلاحظ الكلاب لا يدخلوا على المناطق هذه بسبب ربما الألغام كثرة الألغام يعني كم مهول من الألغام غير اللي نزعت نزعت آلاف الألغام حتى في البيوت يعني قلت بصراحة تداخل الدلسيف بأشكال مختلفة تفننوا في قتل الناس شعرت الميليشيا بعد اندحارها من شرق منطقة ثعباد بفقدان موقع تمركز استراتيجي في المنطقة وانكشاف ظهرها في كل من القصر الجمهوري ومعسكر قوات الأمن الخاصة ومعقلها الرئيس في حارة قريش بالجحملية حينها ذهبت إلى توسيع دائرة تمركزها ونصبت دباباتها ومدافعها على التلال المقابلة للمنطقة عند المكلكل والجعشة وسفتيل ومنها باشرت بعمليات قصف هستيرية على منازل المواطنين والطرقات ولا زالت آثارها حية حتى اللحظة ثمانية وتسعة مواقع كاملة كانت ضرب ضربة واحدة إلى ثعبات الهاونات التي كانت أطلقتها والواحدة كانت تصل إلى سبعين ثمانين تسعين هاوين باليوم تمشيط المدفعية الثقيلة من كل الأماكن التي ذكرتها القعشة والسفتيل والحسنات والمكلكل كان ضرب ثقيل استمرت المعارك هنا إلى مدة سنة كاملة أخي سعف بين عمي أتحمله عند المحطة حق القراء تاري يفطله وباصي يسعفه ما عصرش استعاف راح لعند الإذاعة إذاعة التعز قذيفة من كل كل تلحقه ومسما ما عاد نشيبنو لا شلاء مع زهدنا قالوا ضاع من القذيفة التي ذكرت له أحد الأفراد كان راقد بالمسجد بمقصورة المسجد إذا قذيفة من تبات الأسفتيل تسقط عليه ندخلنا أن نسحبه إذاً نبصر أثنتين الأرقل المبترات ابني مشراد ابن الثاني مشراد كلنا مشرادين بحق وبال ربحنا باقي هو قال يستغل وبالمصنع مصنع أهل سعيد كان يطلع عنده خطو كان يوم بيوم رجاء قال ربح لهنا بعد ما ربح لهنا قلس يوم منذ اليوم ورقع حبا قلس هناك يوم وربح ربح أطهدنا عنده هنا عنده عندي بقبعة عندنا وبعدنا ذال يوم السبت بيته لحنا قلت السبت قيلوا هناك بقصة بحقهم اللهم بالخير هو صهيره مرته وبعياله اقتلام قريبه شان تحت به مناكة ابناء مات ابتد قطر ابناء مات هو قبل 29 سنين ومراه السل اضحق كله معك احنا لا عسال الاعسال وعلاقات لعمل اللي وقراح وقراسين بيام عقاب شلوا مو صنعة وغاره بانباته بصنعة داخل كله خمسة مية بصنعة وحنا سلاة فاقلاب والناس الباقيين كلها مشرودين كلها مشردين بالشوارع حرام ظلم ظلم الظلم ظلم يا نص الله حرام حرام والله إنه حرام أكبر حرام أم وليد رغم بعد مسكنها عن خط المواجهات ونزوحها المتكرر لأكثر من مرة هي أحد الشواهد على فداحة الجرم الميليشيوي المقترف في هذه المنطقة ما كادت أن تكفكف دموعها على فراق زوجها حتى صعقت بخبر استشهاد اثنين من أبنائها في أقل من شهرين قالوا لهم دبق 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 الأرض المقتشن لا نازلوا عن عياركا له أنا بمقبرة هذا اللي متأول مع أثنين عيال حقشت لكله وهو كان هنا بمقبرة يسروا بعشن وديهم أشياء حقهم ومعنا لهم قاسر كانوا يجزعهم من أسطوه من نسواء ما هو لا أسطوه غزوا على النمو قالوا بقمع الثاني عادنا بقيادة قلوا لا تسرش يا بني اليوم اليوم الدنيا حامي اليوم الرصاص حامي لا تجزعش قال يما خلينيش نحضر الشعقي لاش نحمي بلادنا خليني يقول كلهم يدوا لك لا صارف ولا محاش برد لا توليش قال ذانا شوالي عند وحده أنا قيل صاحبه ابن أمين وقل لبين تبصري يا أبني نلبس البدلة وآله حقه قال اللي ذو ممو محلقوا تكذب حليا قال لي بتأمين قيل شي ويمدروا من التصل له وأبنك يقري لبس البدلة وآله نجد قال بقمع ساعة وهنا أول وأول وأول والثاني هو أنا قال بقمع عشان اللي بتق من صالة وادموا للمستشفى وادموا للساعة من المستشفى قابل الصف اللقاء بسعود ثاني شباب من نسعة ابن هذا عادو كان يقول شي خطب شي مرة والثاني عادو كان له ثلاث سنين على مززوج من حوائي من زوجته حاسر فأنا أتبنى يوم أول وثلاث يومهات فأنا أسوا لبسارو كان خاور لأم شفتس أصرفوا لي يديني كل حاجة لهم أبوهم مات والثانيين مزوجين كبير ما أقول واحد واحد بحابة نجلس واحد صالة لما بحرب هربوا كانوا هم جالسانين وهم قلقوا من داخلت إيفا قريم وهم وأنا داخل ببيت أثنيان كانوا قلقوا من أعلى شأنهم شاق لس قدروا مش عملوا ليك مش اديوهاليك تاحوا أثني سعيد قائد هو الآخر ولداه انتقل للسكن من غرب منطقة ثعبات إلى شرقها حين اشتدت وتيرة القصف على تلك المنطقة علهما يجدان ملاذا آمنا لكن قذائف صالح والحوثي خطفت روحيهما التي كانت تبحث عن مأمن لتحيابه واحد كلب المقبرة الثاني تعور عند تحت المقبرة وشلينو عالقنو قسينا نعالقنو في حدود يقي شهر روح هنا وعاد الذكر الرقبة حقوق عملوا له هذا الرقبته لأنه تعور على الحبل الشوكي روح وقلس هنا والله غير ثلاث أيام والدكتور قال قال يروح يرتاح الأسبوع الزمان لا يدخل ولا يخرب شاهد بيت صهيره واخته فقال البيت اللي تحت قال لازل خرق عندهم واحد مذري من البيئة أصحابه وتقودوا لوقات خرق لهم أجعل قذفة للقبة جزعته وبنخته والثاني هذا كان هو قريح هذا حقه راحات قلس هنا سنة قلس هنا سنة حينو صنعه ما نتجأج شلموا السودان سنة البنت الرجل العظم كسر شرخ شرخ طول وعظم اكتسر كسر اللحمة هذه موجودة بزقه ذو اللي هي بنتي ابنه مع الابن حقيق أشتر رأسه كامل وهو راح يقري للضغة يسمع القضية فقال يشوف من هنا وقعد الثاني قاش على رأسه الابن حقيق شوية دخلت من هنا على القلب ثاني الثاني حنبه هنا الرجل هذي مو تستطيع تقول حكمت ربنا فلخي فلخ كامل دخلوا من هنا لأنه نزلوا من المستشفى أصطفوا على أنهم عملوا له عملية أشبعدوها أنا أصيح لا تبتعتش أنا أقول كلهم شابي الغلي رغيص على فني عالقه قالوا أبدا الله يرضي على القندي الدكتور القندي من سكني ودخلني إلى عنده حال ما شؤلوا قالوا خلاص الغربة سوداء ما عادوا لكل ألبنا بالبيت أنا أوصل لكل بيت السعاد السعاد ونتبقى قالوا حلول الله عامان ونصف وقذائف الميليشيا تنهال كالمطر على منطقة ثعبات بشرقها وغربها ولم تدع منزلا إلا دمرته أو جزءا منه ولا أسرة إلا وخطفت منها أما طفلا أبا أو ابن فقذ الناس الكثير وورثت لهم الأكثر في معركة أديرت من طرف واحد رغم ذلك فقدت فيها أيضا أخلاقيات الحرب تعز من قارب أربع السنين ما يتبقى للقليل قبل القعشة والسلال وشارع الحوبان بالإمكان أن يحررها لكن لا نعلم أيش السبب الذي يدور في أخلف الكواليس الحوثيين تمركز في بي ما ضربت في أماكن ما لجزاعين يصدرها في ضربية في ناس مدنيين قتلوا في ناس في منطقة صالغ ضربت بيت ووقت في بي خمسة عشر فرد وبرهو عندنا نفس عبات خمسة عشر واحد الناس كثير عانوا من ضربة الخاطئة للتحالف موسيقى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه لم تبقي الميليشيا من هذا التشريع شيئا سفكت الدماء بلا رحمة ونهبت الأموال بلا ذمة وانتهكت الأعراض بلا أخلاق ومرت